اشتركوا في القناة بالطور الصحة والعافية وبالتوفيق والنجاح لتجمع التفاعل واجراءات بناء الثقة في اسيا سيكا الذي تستضيفه جمهورية تاجكستان بان يحقق غاياته واهدافه والتي تصب في صالح العمل الاسيوي المشترك جاء ذلك خلال مشاركة معالي وزير الخارجية نيابة عن جلالة الملك المفدى في مؤتمر القمة الخامس لتجمع التفاعل واجراءات بناء الثقة في اسيا سيكا والذي عقد اليوم في مدينة دوشنباب جمهورية تاجكستان وعبر معالي وزير الخارجية في كلمته عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها سيكا ولخطط ومقترحات الدول الأعضاء التي تم طرحها في مختلف المجالات من أجل بناء الثقة ومواجهة كافة التحديات والتهديدات حيث تدرك مملكة البحرين الدور الهام الذي تقوم به سيكا في تعزيز التبادلات بين الأفراد وترحب بجهودها الرامية إلى إنشاء مجلس الأعمال ومجلس الشباب وإشراك جميع قطاعات المجتمع في عملية التعاون من أجل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 بالكامل وأكد معاليه أن توفير بيئة آمنة ومستقرة في ظل التحديات والأخطار التي تواجه المنطقة وتحقيق السلام والازدهار هي مسؤولية جماعية تحتاج إلى رؤى مشتركة وتفاهمات متبادلة تعتمد على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول بما في ذلك دعم الميليشيات وكيانات خارج إطار الدولة لزعزعة استقرار الدول الشقيقة مثل الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق واحتلال الأراضي والجزر في المنطقة كما في حالة دولة فلسطين الشقيقة والجزر الطمب الكبرى والطمب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبما يؤدي إلى التعاون والتنسيق الفعال في معالجة القضايا التي تقوض التعايش السلمية والرفاهية لشعوبنا ومكافحة التطرف والإرهاب وعلى ضوء الهجمات الإرهابية المتكررة ضد ناقلات نفط والتهديد الخطير الذي تعرضت له حركة الملاحة البحرية الدولية أكد معالي وزير الخارجية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ضمان سلامة وحماية الملاحة البحرية وتدفق إمدادات الطاقة في هذه المنطقة الحيوية والهامة للاقتصاد العالمي وللأمن والسلم الدوليين وضرورة التزام الدول الأعضاء بالحفاظ على أمن وسلامة الممرات البحرية ونقل الطاقة في المنطقة والعالم وجدد معالي وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت للقضية الفلسطينية والداعم للطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وأحقوقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مشيرا إلى أنه ضمن حرص مملكة البحرين على التنمية في منطقة الشرق الأوسط وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق بالشكل الخاص فسوف تستضيف ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان السلام من أجل الازدهار وذلك بالشراك مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدعم جهود التنمية في المنطقة ومن أجل تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من تعزيز قدراته وموارده وتحقيق الرخاء والازدهار وذلك من خلال الاستثمارات التي تعود بالنفع على المنطقة بأسرها اشتركوا في القناة